اشتركوا في القناة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرمضان مشتق من الرمودة قيل أنه يرمض الذنوب أن يمحيها قيل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون في يوم شديد حره إذن فمن فضائل شهر الصيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم وطية أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي أما واحدة ففي الليلة الأولى من شهر رمضان الله عز وجل ينظر إلى عباده فإذا نظر الله عز وجل إليهم غفر لهم أن ينظروا إليهم بعين الرحمة أما الثانية فإن خلوف فم أفواههم عند الله عز وجل أفضل من ريح المسك لذلك في رمضان يكره استعمال المسك لأن هذه الرائحة التي تنبعت من فم الصائم أطيب وأزكى عند الله جل وعلا من ريح المسك والثالثة فإن الملائكة كل يوم وكل ليلة تستغفر لهم والرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته ويقول لها استعدي وتزيني أوشكوا أن يستريحوا من دار الدنيا إلى دار كرامتي لأن الدنيا أولها بكاء ووسطها عناء وآخرها تعب أولها بكاء يعني عندما يخرج الإنسان إلى الدنيا يعني يخرج وهو يصرخ ويبكي ووسطها عناء يعني عندما يكبر هذا الإنسان يعني يتعب في هذه الدنيا أما الفناء وهو الموت إذن فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدَّن شهر رمضان لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنَّت أمة أن تكون السنة كلها رمضان فقال رجلٌ من خزاعه حدِّثنا يا رسول الله بما فيه أي أخبرنا بفضاء الشهر رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلةٍ من رمضان هبَّت ريحٌ من تحت العرش فصفقت ورق أشجار الجنة يعني صدرت صوتًا فيسمع هاد ذلك الصوت لم يسمع السامعون أحسن منه فيقُمنا الحور العين على شرف الجنة فينادين فيقُن هل من خاطبٍ إلى الله عز وجل فيزوِّجه الله تعالى منا ثم يقُن يا رضوان ما هذه الليلة فيجيبهن بالتلبية ويقول يا خيراتٌ حسان هذه أول ليلةٍ من ليالي رمضان فيقول الله عز وجل لردوان يا رضوان افتِح أبواب الجنة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله عز وجل يا مالك أغلِق أبواب الجحيم عن أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل لجبريل يا جبريل اهبِط إلى الأرض فصفِّد مرضة الشياطين وغُلَّهم بالأغلال واخدفهم في لجج البحار حتى لا يفسد على أمة حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صيامهم انظروا أحبة في الله كيف أن الله عز وجل يهيِّئ جنته لأمته الصائمة لأمته القانتة لأمته الصائمة فكيف بنا نحن ألا نستعد لهذا الشهر العظيم بالشكر والدعاء إلى الله عز وجل أن الله عز وجل وفَّقنا واصطفانا إلى صيام هذا الشهر المبارك فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال موسيقى 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 موسيقى